خلينا نشوف طاقتك يا برج التور كيف عامل اه بالنسبة للطاقة عندك قوة كبيرة جدا هاي الفترة طاقة يعني طاقة داخلك عم بتكون عندك طاقة كبيرة لحتى تعمل كتير اشياء عم بشوفك بتأسس مشروع بتأسس اكتر شي روحاني ممكن يكون له علاقة بالروحانيات او غير هذا الموضوع او عم تبني بيت او عم تبني مشروع المهم في عندك طاقة كبيرة حابب بتفرغها اكتر اشي في العمل او في على الصعيد العملي عم بشوف فهاي طاقتك هذا اه الشهر نشوف قراءة عامة طبعا ما حتكون اه يعني اه عاطفية او عملية او كذا بشكل عام اللي بيبين قدامنا بنحكيه ان شاء الله الورق يكون ايجابي برج التور حبيبي هادي اه الفترة حلو كتير اه كنت عم تختار بين شغلتين كنت محتار بين شغلتين كان في عندك صراع داخلي اه مبيني يمكن العائل والقلب اه هاي الفترة الفترة اللي عم نحكي عنها اه رح يكون توازن اكتر رح انه تقدر تختار اه بشكل عم يصفى اه مخك اكتر مع انه عندك كان حزن اه او رح يكون اول بس اول فترة يمكن اول اسبوع اول اه خمس ايام رح يكون في عندك اللي هو خدلان من شخص اه عم بتكون مستاء من اه وضع معين من اه ركود معين انت بتعاني منه عم بتحس حالك اه ما عم تتحرك اه ما تربط هذا ممكن يكون كمان طاقات سلبية ممكن تكون اه معرض لطاقة سلبية اه سحر او عين او حسد لاني عم بشوفك هون عم تستشفي اه من بعد اه مرض مش اه مرض ممكن يكون روحي يعني او ممكن يكون عضوي اتجا نتيجة التفكير والخلينا نقول اكتئاب او حزن او صدمة من شخص فعم بشوفك لأ كتير عم بتكون قوي هاي الفترة وعم تستشفي على خير عم بتكون اه يعني اه الورق عم بيكون فيه تطور من ناحية طاقتك وقوتك وحزك هاي الفترة اه اه اذا عم تنهي موضوع معين وليكن طاقة سلسية عم تنتهي عندك ممكن تكون اذا طرف ثالث عم ينتهي في حياتك وتصفي انت والشريك اه لحالكم اه شايفي عانيت اه في فترة ممكن تكون ماضية من قلة الفلوس او المادة او كنت على القد شوي ولكن هاي الفترة عم تنقلب الاية عم لا بيصير فيه بالعكس اه توازن كبير عم بيصير فيه مادة عم بيصير فيه عاطفة اكتر اه عندك كنت تدور على العاطفة او الزواج كزواج اه هذا الشهر ما بشوفه انه شهر زواج بالنسبة لبرج التور ولكن بشوف اه شهر علاقات بشوف شهر عروض اه خاصة للناس اللي ما عندهم اه حدا في حياتهم اه ممكن يكون شخص اه مائي جديد اه في حياتهم اه ممكن مش بس مائي يعني اي طاقة من اللي حاسكرها من الموجودين طبعا الطاقات عندنا اللي موجودة اكترها ترابية مائية هوائية اه هذا اكتر اشي عم بشوف كمان سرطان فيه كمان اه اللي هو للناس كمان اللي منفصلين خلينا نقول او بيعانوا من برود عاطفي مع الشريك اه عم يرجع الشريك وبايده متل تنازلات ممكن تكون يعني على الصعيد المعنى والمجازي المعنى المجازي لهذا الموضوع ممكن يكون اه تنازلات اه شخص هو نوعا ما متكبر القراءة العاطفية حبايبي ممكن تكون عكسية اه هذا الشخص شوي عنيد شوي عنده يمكن ادكشن معين اه او انت حتى فعم بيرجع لك بروح تانية عم بيرجع لك بكأس اه حب جديد اه عم بيكون انت عم بتكون اه منفعل كتير هاي الفترة تجاه هاد الشخص يمكن عملت اكشنز يمكن اه ولكن هذا التسرع مش منيح ابدا مش حلو ابدا ابدا في هاي العلاقة اه عم بشوف انه شوي شوي عم بتتوضح الامور وعم بتروء بناتكم عم بيصير في اه تجديد للعلاقة او يعني متل تزبيط امور متل توضيح امور اه شايفي انه الشريك عم بيراقبك في بشدة يعني عم بيحاول انه اه تكون انت بين ايدي ترجع بين ايدي زي ما كنت مبين انه كمان الشريك ممكن تكون عنده اه طاقة سلبية زي ما قلنا سحر حسد عين كزا اه فانت وياه ممكن تكون عندكم هاي الشغلة لانه كتير تكررت بالورق اه على الصعيد العملي نفس الشي اه كنت محتار بين انك تفتح مشروع او ما تفتحه بين انك تروح شغله جديد او ما تروحه فعم بشوف هاي الطاقة تنتهي وعم بشوفك يعني عم بتروح على شغل جديد او في اه بوزيشن جديد اه ترقية في العمل ممكن تكون اه اكتر اشي في عندك اه بعد فترة خلينا نقول ممكن تكون شهرين او ثلاثة اه زواج فعلا رسمي من اله من لكن بشوفه عن حب يعني ما بشوفه زواج تقليدي او كزا بشوفه عن حب مبني بشوف في اولاد بناتكم انت والشخص اللي على خلاف معه او حتى لو كنت معه يعني متبطين او منفصلين اه الطاقات قلناها اكتريتها خلينا نشوف ورق تاني اذا من العمل في اشخاص عم بشوفهم بالورق عم بتربصوا كتير وخاصة منطقات هوائية ممكن تكون او مائية ممكن يكونوا ميزان او جوزاء كمان هدول الاشخاص بدك تكون كتير حذر من عندهم بدك ما تطلع اسرارك بدك تحاول انك تفصل حالك عنهم حتى لو كنتوا بنفس المكتب حاول انك تروح على المكتب تاني او تقضي اوقات اكتر اه بعيدا عن هدول الاشخاص لانهم ممكن يكونوا سامين في في حياتك ممكن هدول الاشخاص مش بالعمل ممكن يكونوا في على على الصعيد الاجتماعي اقارب اصدقاء فعم بشوف اذا كانوا من هدول الابراج او من هدول الطاقات عم بيكونوا شوي سامين بالنسبة لكم هاي الفترة فحاولوا تبعدوا عن هدول الناس يعني حتى ما تتحاولوا لا تنتقموا ولا تعتبروهم ند بند بس موضوع انك تهمشهم وما تحكي اسرارك ابدا لانه العين عليك كتير مش بس بالعمل على اكتر من صعيد عم بشوف كتير العين عليك يا تور يا حبيبي خلي امورك يعني زي ما يقولوا بينك وبين حالك خلص ما تقول لحدا شيء خاصة في للاصدقاء للاشخاص اللي موجودين معاك في العمل زملاء العمل تكون متكتم استير في المواضيع شايف فيه اطراف فيه طرف ثلاثي ممكن يكون فيه العلاقة العاطفية هذا ورق عاطفي طبعا فيه كمان ممكن تبين اشياء تانية مبين فيه سفر او فيه بعد فيه طاقة بعد عم بتحاول اما انه سفر فعلا رح يكون في هاي الفترة سفر سفر اكتر اشي بشوفه على عمل او هجرة او انه بعد عن اه الطرف الثاني عم بتكون في اول الفترة اول الفترة قلنا فيه اه شوية اه مشاكل فيه شوية صراعات اه حتى لو كانت بينك وبين حالك اه حول العلاقة العاطفية فيه عنا اللي هو طرف ثالث او هذا الكرت ممكن يعني كمان طاقات سلبية ما بعرف ليش طلع لك يا برج التور اه اشياء كتير يعني الكروت فيها طاقات سلبية ان شاء الله تتخلص منها على خير ونبين فيه استشفاء اه من هذا الموضوع فنتفائل شوي في عندك اه شخص كان موجود اه قريب خلينا نقول اه عنيد شوي مودي اه سبب لك شوية ازى نفسي اه شوي كنت اه زعلان منه هذا الشخص عم يرجع شوي شويه كيتسلل لحياتك عم بيرائبك وشوي شوي عم بدخل اه بيرجع يدخل اه لحياتك لانه شايفه اه طاقة العند العند او العناد اه عم تنتهي بناتكم اه شايفه طاقة الزعل او الحزن عم تنتهي برضه فعشان هيك يعني منيح اللي طلعوا مقلوبين هدول الكروت وشايفه فيه بالنسبة للطرف الثالث فيه مشكلة كبيرة اجوا لانه فوق بعض اه فيه مشكلة كبيرة جدا رح يصير بين الطرف الثالث والشريك اه لذلك يكون متطمن انه فيه نهاية اللي قلنا عنها قبل شوي نهاية لطرف الثالث في اه العلاقة عم بتكون كتير محتار انك تعطي فرصة لهذا الشخص او ما تعطيه اه كل شوي عم بقول ممكن القراءة تكون عكسية حبايبي لانه قراءة عاطفية وقراءة عامة عم بتحاول تختار شي من الاثنين ممكن يكون انه اه توافق على الصلح او ما توافق ولكن شايفيتكم انا بالنهاية اه عم بتكونوا مع بعض عم بتكونوا مبسوطين بهاي العلاقة اذا في هاي الفترة ممكن كتير انه تروق الامور بينك وبين الشريك وشايفة فيه شخص اه اه جديد ممكن يكون اه من ابراج نارية او هوائية او مائية اه اه رح يدخل في حياة العزاب وعن بشوف الموضوع بتم على خير عم يتبلش علاقة علاقة جدية عم يتبلش علاقة يعني علاقة حلوة علاقة حب طلعلك كرتين اه كروت العقل الباصل اوه زي ما قلنا لعيون حسد حسد كبير في عندك يا برج التور فبدك تدير بالك نفس الموضوع طلعلك انه اللي قبل شوي انه رح تكون جدا اه محتار بين نارين بين قرارين ولكن رح تاخد القرار على على قير يعني رح تاخد القرار المناسب ما رح يكون فيه جمود هاي الفترة انك ما رح تاخد قرارات بالعكس رح تاخد هذا القرار وراح يكون لصالحك بس اللي عم بشوف اكتر اشي انه فيه حسد خاصة خلينا نقول على العلاقة العاطفية فيه عيون كتير عليكم فيه بعض الشوائب بعض الاشخاص اللي عم بيوقفوا ممكن يكون الطرف الثالث اللي قلنا عليه وممكن يكونوا اكتر من طرف خلينا نشوف اذا فيه تحذيرات غير اللي قلناها لبرج التور هذا مش ورق تحذير هذا بشرة فيه زواج فيه خطبة فيه ارتباط فيه رجوع فيه فيه علاقة عاطفية عم تتبلور وعم تتطور فيعني بس شوف لون الخاتم ازق يعني بقولك احترس شوي من العين فشايفة خاتم خطوبة ان شاء الله على خير يا رب للي حابين وشايفيته اكتر اشي للعزاب للعزاب لانه قلنا فيه شخص اه جديد داخل حياتهم فممكن يكون هذا الموضوع شوف يا برج الدار حبيبي بالعمل رح يكون فيه شخص على سلطة معينة رح يوصلوا كلام عنك من ناس ما بيحبو لك الخير من اشخاص ما بيحبو لك الخير ولكن هذا الشخص رح يوقف معك او انه يعني هو مش متأسر بهذا الحكي ابدا عم بشوف علاقتك فيه عم تتطور فبس زي ما قلت لك قبل شوي احترس من هدول الاشخاص لانه شايفة انه هذا الشخص رح بالعكس يساعدك ما رح يسمعهم ولا شي ولكن مطلوب منك انك يعني تحترس من هدول الاشخاص عندك مخاوف كتير حبيبي برج الدارة عندك مخاوف كتير بلا معنى يعني ما الها ابدا اي داعي فبيقولك بعد فترة رح تصير تضحك على مخاوفك لانو مخاوفك هي شغلة صغيرة كتير كتير ما بينخاف منها وانت شي كبير يعني هذا اللي مبين بالصورة او بالنصيحة فبيقولك ما في داعي ابدا للخوف او للهواجز اللي انت عم بتفكر فيها بهاي الفترة وفعلا برج الدارة بتكون عنده طاقة مش خوف يعني تخوف او زيادة اه حساب حسابات ويعني مخاوف هواجز فبيقولك لا ما في داعي لهذا الموضوع ابدا هواجز فبيقولك